اللخص السؤال تاني ده تمن درجات تمن درجات يعني اسلوب حياة لما قولك ما نوع الصورة البلاغية ما نوع الصورة البيانية ما نوع الصورة اي ما نوع الصورة يبقى بيسأل في الخياة طبصوا في الاختيارات تلقوا جايب تشبيه استعارك نعمة جاس بصوا في الجملة لو الجملة قبلت مثلة حطوا مثلة في النص وقروا الجملة عشان خطر النبي بالله عليكم ما تتصرعوش في الاجابات طبقوا محطة مثلة وقارج جملة لو الجملة قبلت مثلة يبقى تشبيه طب لو الجملة ما قبلتش مثلة يبقى استعارة مكنية طب لو جايب كلمة واحدة اسمي بن قصين استعارة تصرحيه جاب كلمة النار وجاب كلمة النيراء وجاب كلمة النور وجاب كلمة الصراش المصباح يعني وجاب كلمة العمى وجاب كلمة الجهل وجاب كلمة الليل انا لما تلوكوا كل الكلمات اللي جات في سنواء عامة استعارة تصرحيه طيب لو جاب كلمة جفن او جفون او اشفاء ما جاز مرسل علاقته الجزئيه طب لو جاب كلمة يد ما جاز مرسل علاقته السببين طب لو جاب كلمة الصدر او اي مكان وحطولي من قصية مجاز مرسل علاقته المحلية او بيسموه المكانية جاب فعل وحطولي في قصية فعل اه استعارة مكناية طيب كده المفروض اللي انت بتعرف تجاوب الاسليب بتعرف تجاوب الفكرة بتعرف تجاوب العاطفة ده انت بتعرف تجاوب الاسليب وبتعرف تجاوب الفكرة وبتعرف تجاوب العاطفة وبتعرف تجاوب كل حاجة تعال نشوف ايه موضوع بقى فنيات البلاغ بص بقى حبيب ساعات يقوم جايب سؤال مالوش علاقة باللي احنا قلناه خالص نقطة كده فتقول لي هي النقطة دي يا مستر يعني جات من ايه اول حاجة انتوا بتخافوا منها الناكرات نكرة افادت ايوه في نكرة افادت الشمول زي ايه زي كل جنس اللي كان بقول احمد شاوب شايف كل جنس عز قد مضى هل العز ده بقى كان صحة ولا العز ده كان فلوس ولا العز ده كان سلطة بقول عز قد مضى عز دي هنا افادت الشمول والعمومة يبقى عموم وشموئي شايفين دي نكرة افادت كذا احمد شاوب كان بيقول من كل جنس هو كل من هب ودب يا جماعة هيجي وقعد في الوطن واحنا نروح ولا ايه هو كل الاستعمار يجيلي هنا ده نكرة للعموم والشموئي صح طب لو جبت بقى كلمة رجلا شهما بطلا نكرة للتعزي طب لو جبت كلمة خائن انا جابلكم كلمة كلب عشان اعرفك التحقير جبت كلمة خائن كلمة ضعيف كلمة اي كلمة فيها نوع من الاهانة يبقى ناكرة التحقير انما كلمات اللي لها علاقة بالعاطفة تهويل زي ما كان بيقول اني اقمت على التعلة بالمونة في غربات قالوا تكون دوائي غربة هراحل اسكندرية قعد له شهرين ثلاثة بقى غربة تهويل كلمة ظلمة كلمة وحشة كلمة ألما كلمة يأسا كل دي كلمات فيها تهويل يبقى ناكرة بتفيد اربع حاجات عمومة شمول تعظيم تحقير ولو فيها بقى نوع من العاطفة يبقى تهويل سؤال او نقطة بتقوم جاه في قطعة البلاغة او في نص النصوص عمل مشكلة كبيرة جدا وعمل لغط كتير جدا والعالة تقعد مختلفة فيه من الحاجات اللي زايدين ناكرات اللي انت بتترعبوا منها ما عرفش ليه قلتلك الناكرة لو بتدل على الجمع اختار عمومة شمول زي ما كان بيقول من كل ركس او من كل اسف من كل جنس من كل جنس كلمة جنس ده نوع فعايز يقول لك كل اجناس الاستعمار استوطنت اوطننا وحرمت الاوطن على ولادها وعيالها واستحلتها النفسها يبقى كلمة جنس هنا ناكرة العمومة الشمول طيب عز قد مضى هو انا عارف العز ده كان فلوس ولا كان صحة ولا كان سلطة ده ممكن يكون حاجات كتيرة مستر طب ما خطال ما بيدل على القصرة كده يبقى ناكرة العمومة الشمول فيه ناكرات افادة التعظيم رجلا شاهما شايف يبقى ده ناكرة التعظيم فيها متح فيه ناكرات للتحقير جايب مرة كلمة خائنا انا جايب لجو كلمة كلم ليه عشان اقولك ان فيها تحقير فيها ايهانة النكرة لما يكون فيها ايهانة فيها زم يبقى تحقير فيه نوع رابع وده اهمهم في النكرة لما الكلمة تكون متصلة بالعاطف اقولك يأسا حزنا ألما ظلمة وحشة غربة تهويل ناكرات افادة التهويل يبقى ناكرات فيها عاطفة يبقى ناكرات افادة التهويل ده كل انواع الناكرات اللي بتتعبكم وبتبقى فيها اختلافات في الامتحاد اجمدوا شوية ومتخافوش اشتركوا في القناة